فالسؤال كيف أخلص وهذا السؤال اللي وجهه سجان فليبي ماذا أفعل لكي أخلص كيف دبر الله خطة الخلاص طبعا الجزاء العادل الخطية هو جزاء أبدي غير محدود فإذا الله وحده هو من يستطيع أن يفي به لأنه وحده الأبدي الغير محدود فهو الذي يستطيع أن يخلص الإنسان ولكن الطبيعة الإلهية لا يمكن أن يموت اللهو لا يموت لهذا أحباء صار الله بشرا والكلمة صار جسدا وحتى أرجع عشان نفهم مفهوم الكلمة في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا في البدء كان عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه فإذا واضح من هذه الآيات هنا بيتكلم عن اللهوث لهوث المسيح المسيح الإله ولكن بنفس الإصحاح في يحنى واحد آية 14 مكتوب والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا فالطبيعة الإلهية لا تموت لهذا صار الله بشرا في شخص يسوع المسيح لهذا السبب أحبائي الخلاص هو أهم موضوع في حياة الإنسان جاء يسوع في جسد بشري ولد بدون خطيئة لم يمسه الشيطان ولم ينخسه المسيح عاش حياة كاملة بلا خطيئة لكي يكون الكفارة الكاملة والذبيح الكامل والحمل حمل الله الكامل والذبيح الكاملة النهائية التي أبطلت كل ذبائح العهد القديم سلم نفسه لموت الصليب ليس لأحد لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه موسيقى 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 موسيقى